اهلا بكم في خضم الفوضى والحروب التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط تبرز حرب من نوع اخر حرب خفية لكنها لا تقل خطورة عن تلك الدائرة على ارض المعارك هي حرب العقول قبل فترة قصيرة تام رئيس الايراني حسن روحاني القوى الغربية باغتيال علماء نوويين وخبراء الصواريخ ايرانيين رغم علم هذه القوى بسلمية البرنامج النووي الايراني والهدف كما قال روحاني وقف عجلة التنمية في ايران قبل ذلك اثار اغتيال عدد من الاكاديميين والعلماء السوريين مخاوفة كبيرة على اثر اغتيال كل من المهندس البارس في المشروع الصاروخي سوري نبيل صغيب والمهندس اوس عبد الكريم خليل الخبير في الهندسة النووية وغيرهم كثر بالاضافة الى استهداف اسرائيل مركزا لتطوير منظومة البحث العلمي في جمرايا سوريا العام الماضي وقبل هذا وذاك تحدث كثيرون عن مخطط ممنهج لافراغ العراق من كفاءاته وعقوله اما بالتهجير واما بالاغتيال حتى وصل عدد العلماء الذين فقدهم العراق نتيجة لذلك حوالي خمسة الاف وخمسمائة عالم منذ الغزو الامريكي لهذا البلد عام 2003 معظمهم هاجر الى شرق اسيا وشرق اوروبا والباقي تم اغتياله وفق ما يؤكد احد الخبراء العراقيين في مجال التكنولوجيا النووية من وراء كل هذه الاغتيالات وما دوافعها الحقيقية وما مسئولية السلطات المحلية عنها نناقش هذا الموضوع في هذه الحلقة من حوار الساعة مع ضيفينا هنا في السوديو دكتور محمد الشيخلي العالم في مجال التاقة الدرية ومن ايران معنا السيد هادي سيد افقا هي ديبلوماسي السابق والخبير في شؤون الاستراتيجية اهلا بكم ابدأ معك دكتور محمد اذا الاف العلماء في كافة التخصصات والمجالات خسرهم العراق بشكل خاص منذ الغزو الامريكي كيف يمكن تفسير ذلك؟ بالحقيقة الموضوع مؤلم وانما يعني بالرغم انه له شجون الا ان موضوع هجرة الادمغة كان هو السائد المعروف بالعالم وخاصة ان دول العالم الثالث كانت تتصدر الى دول الصناعية العديد من الادمغة المتعوب عليها والمصروف عليها وهي تعتبر ثروة البلد الا انه اغتيال وتهجير وافراغ البلد من بعض البلدان من قدرات علمية متخصصة هذا هو موضوع اللي سنبحث فيه هذا اليوم هجرة الادمغة تختلف عن تهجير الادمغة هجرة الادمغة بالمفهوم العام هذا نزف بالحقيقة تدفع ثمنه كثير من دول العالم الثالث لصالح الدول الصناعية انما اختصاص بعض الدول او اختصاص علمائها بالقتل والتهجير والافراغ هذا موضوعنا بالحقيقة العراق عانى من هذه الظاهرة منذ ان بدأ البرنامج النووي في اواسط السبعينات نقدر نقول انه البرنامج النووي العراقي ابتدأ سنة 1978 ومنذ ذلك الوقت ابتدأ العالم يفتح عينو على طموح جديد لمنطقة ليست مؤهلة لهذا النوع من الصناعة لانه اول برنامج علما بانه البرنامج النووي الايراني كان قد ازمع ان يبتدأ في زمن الشاه قبل البرنامج العراقي لكنه البرنامج العراقي كان واقع التنفيذ بالحقيقة في اواسط السبعينات المهم منذ هذه البداية ابتدأت قوى طبعا معروفة عالمية واقليمية ومن خلال قوى اخرى محاولة لإفراغ البلد من هذه القدرات وابتدأت باغتيال احد العلماء المصريين الذي كان يساند الطاقة الذرية في بداية اوانها عندما كان يشتغل في فرنسا بالحقيقة لتهيئة للمفاعل فرنسي الذي كان قد اشترى العراق ثم عقب ذلك اغتيال شخص اخر مهندس عراقي ثم اغتيال شخص اخر في جينيف ثم بلشت موضوع الاغتيالات والتصفيات بالحقيقة ابتدأ من ذلك الوقت بس مجرد انا حتى ابين للمشاهد ولحضرتك انه كيف هذا البرنامج حورب من مختلف الاتجاهات البرنامج العراقي اشتغل لمدة تسع سنوات وكان انجازاته على المستوى التقني والاكاديمي والعلمي كبيرة جدا وقيل انه خورب من دول عربية ايضا وكمان هلأ احكي لك بعد اللي حصل بعد الغزو الا انه اليونايتد نيشن ومجلس الامن واللي كان يرسلوني للعراق بالحقيقة لتصفية هذا البرنامج استمرت 14 سنة تصور هي 9 سنوات للانجاز البحثي و14 سنة للمتابعة والتصفي فهذا يبرز قديش كان البرنامج هذا بالحقيقة اللي اعتبر طموح جدا كان مقصود بالاذا طيب اسمحنا ان نتابع في هذا الكلام وهناك الكثير من المعلومات في الواقع والارقام ليس فقط حول العراق ايران سوريا وكل العلماء في العالم العربي اسمح لي سيد افقهي سعود اليك مباشرة بعد عرض هذا التقرير عن بشكل خاص عن العلماء والخبراء والاطباء والاساتذة والاكاديميين العراقيين الذين قضوا بحوادث اغتيال وتصفيات ممنهجة ثلاث سنية الاحتلال المعلومات تشير الاختفاء ثلاثمائة وخمسين اختصاصيا بالمجال النووي فقط ومن العاملين في مشاريع النظام العراقي السابق اغلبهم علماء في الدرة وغيرهم اخرون من جنسيات عربية واجنبية من المتعاونين في هذا المجال تصفية وافراغ العراق من محتواه العملي والفكري بعد تدمير قوته العسكرية امر يجمع عليه السياسيون والاكاديميون العراقيون علماء في مختلف المجالات وعلى رأسها علوم الطاقة الذرية اغتيلوا على ايدي ثلاثة اجهزة الموساد الاسرائيلي الاستخبارات المركزية الامريكية وفريق عراقي اوكلت اليه المهمة من خارج الحدود وما يثبت ذلك مودع في ارشيف الاستخبارات العراقية هؤلاء لديهم اكيد ارتباطات بالموساد ومارسوا اختيالات نوعية تخص بعض العلماء العراقيين كعلماء الطاقة الذرية وعد الكفاءات العراقية سبق سنوات الاحتلال عقيل شكر المدير العام لدائرة الشفرة الذي تمكن من كسر الشفرة الاسرائيلية قتل بعد يوم واحد من احتلال بغداد وعالم الذرة مجيد حسين علي كذلك واخرون لم يقف الامر عند تصفية الكفاءات العراقية بل تعداه الى المتعاونين مع العراق يحيى المشد من مصر الذي اختيل في فرنسا وجيرالد بيل من كندا صاحب فكرة المدفع العملاق شي خافون من التطور التكنولوجي الذري هذا اللي انطاقه من افسد كانت ايدي اسرائيل مباشرة ثم تدخل الارهاب والارهاب هو صنيعة اسرائيلية اغتيار الاطباء الاساتد الجامعيون المفكرون العراقيون العلماء والشخصيات البارزة العسكريون هؤلاء جميعا يشكلون خطرا على الكيان الاسرائيلي سبق الاغتيالات قرار من مجلس الامن الدولي عام 2002 تضمن فقرة تجبر العراق على السماح للمفتشين الدوليين باستجواب علمائه في اي مكان في العالم وفي بداية عام 2003 اقر الكونغرس الامريكي قانون هجرة العلماء العراقيين تصفيات بالجملة شهدها العراق على مر السنين دمرت مقدراته وامكاناته بداية ومن ثم اغتيلت عقوله وكوادره ويوميا تسعى ايدي الدمار الى تهجير ما بقي من ادمغة لكن ارض الرافدين خصبة ولود كما يقول المثل الشعبي وهذا ما يتكل عليه العراقيون للنهوض ببلادهم من جديد عبدالله بدران بغداد الميادين اذا عود الى ضيفي الكريمين سيد افقه ايران معنية بشكل اساسي ايضا بمسألة اغتيال العلماء كان لافت ما نشرته مبثته شبكة سي بي اس نيوز الامريكية مؤخرا تقول انه على الرغم من عدم اعتراف اسرائيل بهذه الاغتيالات الموساد الاسرائيلي ادار حملة اغتيالات لسبع سنوات ضد علماء ايرانيين كبار بهدف ابطاء عجلة التنمية وتقدم الذي احرزته لماذا لم نرى ادلة او قراء حسية او ملموسة من قبل ايران على اغتيال الموساد الاسرائيلي لعلماء ايرانيين بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك سيد زينة والاستاذ الشيخ والمشاهدين العزاء فالحقيقة هناك ادلة دامغة وهناك جواسيس وارهابيين قلقي القبض عليهم بعد ان اختالوا عدد من العلماء الذريين في ايران وخارج ايران واعترفت بعض الصحف واعترفت حتى بعض الشخصيات الاسرائيلية بشكل غير مباشر وهناك تقارير من محاضر سرية تجمع المخابرات الانبيكية والمخابرات الموساد الاسرائيلية والمي 6 وكذلك المخابرات السعودية في جلسات في الدول المجاورة لايران والعراق وربما تكون الدول المرشحة الأردن يعني محاضر رسمية افصح عنها فاعترف الجواسيس انه نحن تلقينا التدريب في اسرائيل وحتى جهزت بيوت وشوارع تشبه شوارع العلماء في طهران في اسرائيل حتى يتمرسوا ويتمرون على كيفية الاختيال وحتى نوع السيارات وحتى نوع الملابس والمناخ الذي يريدون أن يقدمون على اختيال العلماء فهناك قراءة وشاهد ولكن ربما يطرح سؤال أو سؤال يطرح نفسه لماذا لم تقدم ايران على الشكوى ضد العدو الصهيوني نحن نعرف مسبقا أن أي شكوى ضد العدو الصهيوني سيواجه ب فيتو قوي من طرف امريكا وان لم يكن فيتو في مجلس الامن لانها تسيطر امريكا على المجامع البشرية العالمية والمحافلة الدولية مثل محكمة الجنايات الدولية أو محكمة الديوان لا هيئة أو حقوق الإنسان ولا ذلك فايران في الحقيقة أفصحت العالم من جهة وأثرت على المضيف في إنشاء واستكمال مشروعها النووي ولن تتراجع ولن تتخوف وكان أحد أسباب إقدام على إعدام وعلى استشهاد هؤلاء واغتيالهم العلماء هو تخويف باقي العلماء من الاستكمال والاستمرار في هذا المشروع ومن حسن الحظ بعدما استشدت هذه الكوكب من الشهداء لاحظنا أن هناك أكثر من 300 طالب جامعة غيروا فروعهم في الاختصاصية في الجامعة من الفيزياء الهندسة المعمارية الطاقة والكهرباء إلى موضوع الذرة واختصاص الذرة ليعوضوا مكان العلماء الذين استشدوا فإذن القراءة والدلائل والمستمسكات كلها جاهزة وعرضتها إيران على العالم كما أنه جاء على وسائل الإعلام الغربية والتقارير والمحاضر السرية التي كتشفت هل لدينا أعداد واضحة بالعلماء الذين تم اغتيالهم نحن نعرف أن عملية الاغتيالات بشكل عام لعلماء إيرانيين ربما بدأت منذ العام 2007 أم قبل ذلك بقليل هل لديكم أعداد محددة واضحة أكثر من ذلك نعم يعني الاغتيالات بدأت من الشهيد علي محمدي إلى الشهيد رضائي الشهيد رضائي نجاد أحمدي روشن وهم خمس شهداء وعملية كانت فاشل الدكتور المهندس عباسي مدير الطاقة الذرية في إيران السادق قبل الدكتور صالحي فريدون عباسي فإذن هذه الكوكب من الشهداء يعني ليس هناك أكثر من هذه الكوكب يعني فشلت عدة محاولات وبعدها أوقفت إسرائيل عملية الاغتيالات والتي سنحت الفرصة سأعلل أسباب وقف الاغتيالات وعوضت عنه بمشاريع أخرى كاختراق الإجهزة وإرسال فيروس الستاكس نيست وأخيرا فيروس آخر للتجسس والتخريب والانفجار أجهزة الطار المركز من الداخل نعم صحيح وخاصة برنامج ناتانز هو من تعرض لهذا الفيروس المدمر وقتها طيب اسمح لي أن ننتقل من جديد إلى هنا دكتور محمد الشيخلي في الواقع هناك ما يشبه الشرعنة لقرارات من هذا النوع يعني مثلا في عام 2002 قبل الغزو الأمريكي للعراق في مشروع تقدم به سنة جو بايدن صادق عليه مجلس الشيوخ وقضى بمنح العلماء العراقيين الذين يوافقون على إفشاء معلومات مهمة عن برامج بلادهم التسليحية بطاقة الهجرة الخضراء الجرين كارت اللي هي حلم الجميع هذه إغراءات قدمت لعلماء عراقيين قبل ذلك بالضبط يعني العلماء العراقيين كانوا عرض لشتى أنواع الإغراءات هذا قبل الغزو بغزو العراق المعروف بالحقيقة من قبل أمريكا إلا أنه لم تكن الهجرة أمر وارد للكثير من العلماء العراقيين أصبح هذا الموضوع ضرورة بعد عملية الغزو أنا أذكر بالحقيقة زرت العراق مباشرة بعد توقف القتال لجراء مسح لآثار اللي استخدم بالحقيقة في الأسلحة والأعتداء اليورانيوم المنظب في الأسلحة والأعتداء الأمريكية وكنت على رأس وفد بالحقيقة دولي كان العلماء العراقيين نهبا لكل أنواع الأذى يعني كانت شتى أنواع المخابرات تعمل في العراق وكلها بالحقيقة معادية كنت على طلاع أنه كل علماء الطاقة الذرية المتبقين زائد المهندسين والعلماء الآخرين الذين كانوا يشتغلوا في التصنيع العسكري أجملوا في مكان واحد تحت وزارة ضعيفة جدا غير وطنية اسمها وزارة التكنولوجيا وكان القصد من جمال هذول الناس فقط إذلالهم إعطاهم رواتب بسيطة جدا يجون يتجمعون في نهاية الشهر فقط ليأخذ في الوقت اللي كانوا مكشوفين تماما أمام كل أنواع التصفيات التصفيات الأمريكية والإسرائيلية وحتى في تصفيات عن طريق دول عربية إلى أي مدى تسأل السلطات العراقية وقتها عن هذا يعني مسؤوليتها عن ما كان يجري العراق كان في حالة فوضة فوضة من جميع الجهات يعني لم تكن هناك سلطة مركزية لم تكن هناك قوة عسكرية الجيش منحل البلد طالع من خراب تام بالحقيقة قصف مستمر أخذ تقريبا طال كل البلدان العراقي لذلك عملية حصر أو حتى كانت الوزارات نهبا للناس ونهبا لللصوص وإلى آخره لذلك الموضوع لم يكن بقدرة أحد أن يسيطر عليه إن كان مقصودا أو غير مقصود بس بدون شك كان هل نخبة من العلماء اللي هما حصيلة بالحقيقة تعتبر ثروة ثروة وطنية وقومية كبيرة جدا بوقت من الأوقات كان العراق يمتلك قبل هذه الحرب 11 ألف باحث وهذا ليس مهندس أو طبيب بمعنى أنه يستطيع إنجاز باحث علمي بمختلف الإختصاصات سنتابع الكلام عن العلماء العراقيين الإيرانيين والسوريين أيضا وكان في كلام مهم جدا للرئيس السوري بشر الأسد في حديثه الأخير مع الميادين عن المطالب التي طلبها منه كولين باول بزيارته الأخيرة للعراق أبرز وأخطر هذه المطالب عن العلماء العراقيين نتابع ذلك سيد أفقاي أنت طبعا تبقى معنا بعد هذا الفاصل نتابع مباشرة ما قاله الرئيس السوري أهلا بكم مشاهدين من جديد إلى حوار الساعة إذن مباشرة نتوقف مع ما قاله الرئيس السوري بشار الأسد عن ما تقدم به كولين باول وزير الخارجية السابق الأمريكي بخصوص العلماء العراقيين كان أول مرة يكسب ذلك عبر المأتين ولكن الطلب الأخطر الذي لم أتكره سابقا هو أنهم طلبوا منها منع دخول أي من الكفاءات العلمية والعلماء وأساتذة الجامعات إلى سوريا العراقيين وهذا ما فسر لاحقا بعمليات الاغتيال المنهجية للكفاءات العلمية في العراق أنا أعتقد بأن هذا الطلب كان أخطر من الطلبات الأخرى طبعا كان ردنا بأننا استقبلنا هذه الكفاءات من تمكننا من المجيء إلى سوريا وقمنا بإيجاد شواغر لهم في الجامعات السورية وجامعات الخاصة طبعا وجامعات العامة كان طبيعي دكتور محمد الشيخ لأن يطلب من القيادة السورية أن لا تستقبل علماء عراقيين بالحقيقة قد يكون الطلب غريب أنه يأتي متأخرا بهذا الشكل لأنه استنزفت الكفاءات العراقية منذ سنوات طويلة جدا بس نحن نتكلم قبل الغزو الأمريكي إذا كان قبل الغزو الأمريكي وكان هذا هو المطلوب بدون شك واضح القصد من عنده وضع حد لقدرات العراق العلمية من أن تتطور أو أن تأخذ دورها في أي مكان آخر القصد إنهاء هذه القدرات في مكانه وأنا أذكر بالحقيقة على سبيل على نافلة القول أحد أصحاب القرار السياسي والإداري الأمريكيين كان في محاضرة في جامعة هارفورد في أمريكا وسئل من قبل أحد الطلاب أنه كان قصد الغزو في حرب الخليج الأولى إنهاء القدرات العراقية فلتعجب الطالب سأل هذا السياسي الكبير أنه لم تنتهي القدرات العراقية وإنما أرجعت البنية التحتية والقدرات إلى آخره أجاب أجاب جوابي مثير بالحقيقة للتوقف لأنه إذا كان هذا الطريقة الذي يفكر فيها صاحب القرار السياسي والإداري الأمريكي إذن هذا هو المقصود أجاب بجواب غريب أنه لا أنت خطأ نحن قضينا على القدرات العراقية لأن القدرات العراقية كانت تتمثل بثلاث أصناف القدرات الفذة الممتازة الراقية التي لها دور في خلق البلد وتطويرها هذه قضي عليها لأنه هجرت أما الثلث الباقي التي هي القدرات المتوسطة الكفاءة التي استفادت من الجيل القديم وتخرجت على إيدها وهذه بالحقيقة تعاني من أزمات العيش لأنه راتب أي واحد من عدهم لا يتجاوز العشرة دولارات بالشهر فهو لا يستطيع أن ينتج لأنه يسعى وراء عيشه أما الصنف الثالث فهو الصنف الذي حديث التخرج لا يمتلك الخبرة ولا يستطيع أن يصنع قدرات فإذن بمعنى آخر قضينا على القدرات العلمية من ذلك الوقت فبدون شك هذا هو المقصود في الواقع ننتقل بمحطة أيضا في إيران الاغتيالات في إيران لم تطل العلماء النوويين فحسبوا أن ما طالت الكوادر الإيرانية العلمية بشكل عام داخل وخارج إيران كيف تنظر إيران إلى ذلك لا ينسى الإيرانيون هذا المشهد اغتيال العالم النووي مصطفى أحمد روشان في أحد شوارع طهران قبل عامين عبوة لا صقة على سيارته أودت بحياته وبنفس الطريقة اغتيل قبله العلماء النوويون مسعود محمد ومجيد شهريار وداريوش رضاء نجاد بين العامين 2009 و2012 فيما نجف ريدون عباسي الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية من الاغتيال اغتيالات وجهت إيران أنذاك أصابع الاتهام بارتكابها إلى الموساد الإسرائيلي قدمت شكاوى رسمية إلى الأمم المتحدة واتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسريب أسماء علماء إيران النوويين نشاطات إيران النووية سلمية حصريا لماذا قتلتم علماءنا النوويين وخبراءنا الصاروخيين وأنتم تعلمون تماما أن برنامجنا النووي هو سلمي نحن نستخدم الصواريخ للدفاع عن بلدنا فقط كنا ولازلنا وسنبقى كذلك ألقت إيران القبض على ما يقارب العشرين شخصا في قضية اغتيال علمائها النوويين وعززت حمايتها للنخب العلمية وسدت ما رآه البعض اختراقا أمنيا واليوم تجلس طهران إلى طاولة المفاوضات ترسم خطوطها الحمراء وتؤكد أنها لا تفاوض على دماء علمائها الشعار الأكثر طرحا خلال السنوات الماضية هو مكافحة الإرهاب اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين إرهاب واضح لا يمكن إنكاره وفد المفاوض يمكن أن يستفيد من ذلك وهو يملك الوثائق اللازمة الإرهاب والاغتيال دليل خوف وضعف وإيران لا يمكن أن تتراجع عن إنجازات حققتها بعيد أبنائها هي محاولات لتقويد نجاحات إيران العلمية والسياسية يقول البعض ويدلل على ذلك بمحاولات استهداف الخبرات والكوادر الإيرانية داخل وخارج إيران كمحاولات استهداف الدبلوماسيين الإيرانيين في العديد من الدول من لبنان إلى اليمن وغيرهما لم تؤتي عمليات اغتيال الأدمغة في إيران أكلها فمعادلة الدم مقابل التطور كان الرد الإيراني عليها بقلبها هكذا جلست إيران إلى طاولة المفاوضات بتسعة عشر ألف جهاز طرد مركزي حازم كلاس طهران الميادين سيد أفقه قد يسأل سائل أن كل هذه الاغتيالات والاستهدافات لعلماء إيرانيين ربما لم تؤثر في فعالية أو وطيرة البرنامج النووي الإيراني لا بكل تأكيد لأن هذا قرار اتخذه الشعب ودفع ثمنه غاليا ليس فقط بتقديم كوكب شهدائه بل لتحمل العقوبات الصارمة والحظر والمنع وحتى التهديد بالإقدام العسكري والخيار العسكري ساعة تحت الطاول وساعة يضعوها تحت الطاولة ساعة يهددنا الأمريكي وساعة يهددنا العدو الصهيوني فالحمد الله نحن صامدون لأن هذا النموذج ستلينا لا يتعلق فقط بالملف النووي إيران تقدم نموذج حضاري وتتحدى النموذج الغربي المتغطرس والرئيس المالية المتوحشة التي تريد أن تلتهم كل شيء وتحصره لنفسها وتمنع شعوب العالم من أي تطور وأي تقدم ونحن قررنا أن نقف أمام هذا التحدي وندفع الثمن وها هي في الحقيقة استراتيجية الجمهور السلامية تدخل مرحلة الحصانة بمعنى أنه لا يمكن أن يهددنا الأمريكي ويطبق تهديده وينفذ تهديده وهددنا أكثر من مرة وهناك تقارير سرية وهناك خناق بين الإسرائيليين وبين الأمريكيين أنه لا تجرأ إسرائيل وحدها تواجم إيران وتريد أن تجلب معها أمريكا وأمريكا تتخوف من أن تتورط بحرب ثالثة بعد أفغانستان والعراق مع إيران وإيران تختلف عن العراق وأفغانستان هذا من جهة من جهة أخرى فيما يتعلق بالحصانة الاقتصادية نحن الآن نتجه نحن مشروع الاقتصاد المقاوم وليس فقط الاقتصاد في زمن الحرب اقتصاد المقاوم إن كان في زمن الحرب أو في غير زمن الحرب هذا يحصن إيران استراتيجيا فإذن القرار ليس فقط في الملف النووي والمشاريع التي الآن تتطور وتتابعها وتلاحقها إيران ليست فقط لا تقتصر على أجل النووي هناك مشاريع نعم ربما تكون حروب على كافة الصعود اقتصادية وسياسية وديبلوماسية وعلمية ونحن هنا نحصر الكلام بالشق العلمي وحضرتك أتيت قبل قليل على ذكر الفيروسات التي أثرت بشكل أو بآخر على البرنامج النووي خاصة بمفاعل نتانز وقيل يومها أنه صار فيه تشويش على عمل المفاعل يعني حركات أو تصرفات من هذا النوع هو ما يسأل عنه يعني إلى أي مدى تؤثر على فعالية البرنامج يعني في الحقيقة فلسفة هذا النوع من الإيجاد الخلل والعرقلة في مكنة التطور النووي والعلمي في إيران جاءت عوضا عن مشروع الاختيالات لأن مشروع الاختيالات كلف إسرائيل ثمنا باهظا وجاء لصالح إيران فلم تتوقف عجلة التطور النووي سيتسلنا من خلال يعني استشهاد خمسة أو ستة أو عشر أو عشرين في إيران تنتج الحمد لله وتقدم علماء وهم شباب وفي ريعان العمر وهم صاعدون يعني من ناحية الإرلمية فهذا لا يخيفنا فبعد أن ضغطت أملكة على إسرائيل أو ربما تخوفت من الرد الإيراني على إسرائيل وبعد أن ثبتت إدعاءات إيران أنه يد إسرائيل وتعاون أمريكي وتعاون إقليمي ضد المشروع نووي الإيراني لجأوا إلى استراتيج أخرى وهي التخريب سمي التخريب أو التفجير من الداخل سواء كان هذا التفجير على يد عملاء في داخل المنشآت النووية أو التجسس عليها أو إرسال مثل هذه الفيروسات التكنولوجية المتطورة جدا والحديثة ولكن بحمد الله إن على الصعيد الأمني عندما ألقي القطع على هذه الخلايا الجاسوسة الإرهابية أو على الصعيد التقني عندما تصدت في الحقيقة المجموعات في الحرب الناعمة وفي الحرب الإلكترونية كذلك من شباب إيرانيين متعلمين في إيران تصدوا لهذه العملية فلم تؤثر ذلك التأثير الذي يعيق ويعرقل يعني إعاقة وعرقل أساسية من التقدم والتطور العلمي النوم وضحت هذه الفكرة الآن هناك ضغوط أخرى نعم وضحت هذه الفكرة سيدة أفقهي دكتور محمد يقال لسنا ندري دقة المعلومة الولايات المتحدة نقلت حوالي 70% من العلماء العراقيين إلى أماكن محددة على فترة السبع سنوات أو العشر سنوات الماضية وإسرائيل قامت باغتيال يعني أكثر من 50 أو 60 بالمئة من العلماء العراقيين هل هذا صحيح؟ وكما أسلفت أنه العلماء الطاقة الذرية بالحقيقة أصبحوا مكشوفين كانوا بوقت من الأوقات محافظ عليهم وحركاتهم مرصودة وحتى علاقاتهم الشخصية كانت تقع تحت تأثير جهات معينة حفاظا عليهم أما سفرهم فكان هذا تحت السيطرة بدون شك الواقع الذي حصل بعد ذلك أنه كل الأمور أصبحت متاحة لأي جهة تستطيع أن تتصرف بما يعجبها لتصفية والتأثير على ما تبقى من عدهم العلماء الطاقة الذرية بالذات بالحقيقة بعد توقف البرنامج النووي ما أصبح تحت طائلة الرصد والتفتيش الدولي الطاقة الذرية أصبحت مهمشة علماء الطاقة الذرية أعطوا المجال أنه ينتقل إلى الجامعات أو يشتغل في معاهد البحث العلمي الأخرى أو الجامعات الخاصة حذرتك كنت عملت بالبرنامج النووي أنا اشتغلت في الطاقة الذرية العراقية بالحقيقة أنا واحد من أوائل بعثات الطاقة الذرية التي رجعت إلى العراق واشتغلت فترة من الوقت ثم بعد ذلك انتقلت إلى الجامعة واستمرت في عملي في كلية العلوم في جامعة بغداد الواقع الذي سألت عنه أنه العلماء العراقيين ماذا حل بهم يعني 70% نقلوا جوا نقلتهم الولايات المتحدة جوا إلى خارج العراق حصل تسرب بالحقيقة أنا تلك ذهبت إلى العراق في بعض توقف القتال مباشرة كان الوضع مزري كان العلماء بشكل عام يعني عراقيين أو في طاقة ذرية أو في مجالات تخصصية أخرى مهمة كانوا عرضة لكل أنواع التأثير حتى ليس فقط الموساد والسي آي آي الأمريكية كانت تتصرف ما يحلو لها بمن يحلو لها وبما هي كذلك كانت جهات أخرى عربية ممولة من جامعات أمريكية القصد من شغلها كانت ترصد هذه القدرات وتتحرى عن إمكانياتها لأنه تعرفين كان عليها غطاء سابق خوفا من التفتيش وإلى آخره فرادوا يكسروا هذا الغطاء بعد انفتح لا يناسب مثلا دولة عربية أن تكون دولة عربية أخرى عندها برامج نغوية وتطور أنا لا أستطيع أن أجيب بدقة عن هذا السؤال لأنه فيه كثير من المداخلات السياسية والمصالح وإلى آخره أحيانا يختفي ضمنها القصد السياسي أو القصد المخابراتي يعني إذا ما تجي مثلا أحد المؤسسات العربية تأخذ مبلغ كبير جدا من أحد الجامعات الأمريكية لكي تتحرى عن القدرات العلمية العراقية أوكي وتذهب بخصوصية مبالغ بها بقصد يعني قد يكون واضح من خلال الترغيب ومن خلال التشويق ويعطاهم إمكانيات كبيرة جدا وفسح المجال وإلى آخره وبالتالي هذول يصبحون بقدراتهم وبإمكانياتهم بإنجازاتهم اللي كانت مغطات بوقت من الأوقات أصبحوا عرضة لكل أنواع الانتهاك وهنا يبتدأ الإغتيال والتصفية والتهجير وإلى آخره سنتحدث بعد الفاصل فاصل أخير سيكون معنا عن علماء سوريا أيضا كانوا عرضة للإغتيال ومراكز أبحاث علمية سورية لكن بعد هذا الفاصل مشاهدين فاصل أخير ثم نعود بعده والنقاش أهلا بكم من جديد مشاهدين ضيفانا هما دكتور محمد الشيخلي العالم العراقي في مجال الذرة وأيضا من تهران سيد أفقهي سيد هادي سيد أفقهي الديبلوماسي والسابق والخبير في شؤون الاستراتيجية نتحدث عن تصفية أو اغتيال العلماء في الكثير من الدول خاصة إيران العراق وسوريا لم يختلف علماء سوريا في استعداد الحرب لهم كما كان نصيب علماء العراق والإيرانيين الكادر العلمي في سوريا فقد الكثير من كوادره من عناصره خاصة في القطاع العلمي العسكري الذي طالما شكل هاجسا إسرائيليا أمريكيا الرئيس الأسد في مركز لدوير بريف ديماشق مع النازحين من عدر العمالية النازحون استقبلوه بالهتاف المركز يأوي العشرات ممن أخرجهم هجوم النصرة ولواء الإسلام على حي عدر العمالية قبل شهر ونصف والبعض كفاطمة روات بالدموع وطالبت بأخويها كم أخ؟ ثلاث أكبر مني كيف أسمعهم؟ محمود محمود شرويش ما عرفنا عنه شيء الله يقويك ويرفع رأي تاك ندور للمرأة بما أنت مندور لح تنلاقي إذن نعتذر ليس هذا هو تقرير الذي يتحدث عن العلماء علماء سوريا نعتذر عن هذا الخطأ نتابع حوارنا دكتور محمد الشيخلي سألتك قبل قليل في الواقع عن تجربتك في العراق ولديك تجربة في الإغراءات التي تقدم كانت قدمت في السابق لبعض العلماء نود أن نسمع ذلك منك لو سمحت بالحقيقة هذه غيب من فائض لأنه القصد كان تفريغ البلد من قدراته يعني على المستوى الشخصي تعرضت إلى عرض كبير جدا من الناحية المالية وضمان عمل في أحد الجامعات الكبيرة في أمريكا من قبل جهة بالحقيقة عربية وكان القصد منها أنه إعطاءهم أسماء لعلماء يشتغلوا في مجالات معينة ولسيما داخل العراق علماء أشتغلوا في الطاقة الذرية وفي مجالات محددة يعني كان مقصود من عندها اختصاصات ذات طبيعة محددة يعني وهذا على المستوى الشخصي وعلما بأنه كثيرين من العلماء إلى آخرين اللي هم أقرب مني ربما للبرنامج النووي بحيثياته وطبيعته وإلى آخره يمكن تعرضوا إلى ما يشبه مفيد أن نبين هذه التجربة كمثال على الكثير ربما من التجربة بدون شاك هذا غيظ من فائض أنا أتوقع لأنه القصد واضح وعملية إزالة هذه القدرة لإنهاء بلد يعني واضحة جدا سيد أفقهي تحدث قبل ذلك عن يعني أكثر حرب على أكثر من صغيط تشن على إيران هل يطرح حسب علمك حسب معلوماتك هل يطرح المفاوض الإيراني مسألة تصفية أو اغتيال العلماء على طاولة المفاوضات مع الغرب مثلا نعم نحن عتبنا على وكالة الطاقة الذرية عندما تسربت معلومات مؤكدة وليس التحريلات ستلينا أنه مع الأسف اخترقت بعض فرق التفتيش التي كانت تزور منشآتنا النووية بعض الجواسيس المتسوسين من قبل الموساد أو الـ MI6 وقدموا لائحة من علمائنا النوويين إلى العدو الصهيوني وعلى الأمريكان وكذلك أشيعت أخبار أن التقارير التي كان يعدها المفتشون عن المنشآت النووية الإيرانية كانت تصل إلى يد السي اي اي والموساد قبل أن تصل إلى يد المسؤولين في بكارة الطاقة الذرية واحتجت إيران احتجاد شديدا وعطلت لفترة زمنية معينة ومنعت دخول الوفود وفرق التفتيش إلى منشآت النووية إلى أن استبدلت بعض الشخصيات وحتى فرق طواقم بأكملها ستلينا وعوضت بطواقم أخرى فيعني مع الأسف هذه خصوصيات السلطة الخفية أمريكا هي سلطة علنية بهيلها وهيلمانها وجراراتها وطائراتها وصواريخها ولكن لها السلطة الخفية وهي الظلوع واختراق هذه المؤسسات الدولية وعمال النفوذ واختراقها والاستفادة من هذه وتجييرها لصالح مصالحها وضد مصالح الشعوب المتطورة فإذن هذه علامات وقرائن وشواهد ونحن لحد الآن متخوفون أنه يجب أن تعلن أسماء المفتشين قبل أن يأتوا إلى إيران لكي نكون على بينة وشفافية من أمرنا قبل قليل لمحت إلى أو ذكرت مسألة أنه توقفت عملية الاغتيالات وفي لذلك أسباب هل توضح لنا أكثر سيد أفقهي نعم يعني عملية الاغتيالات توقفت لعدة أسباب السبب الأول عندما اكتشفت بعض الخلايا وألقي القوض وحوكمت هذه وكانت هناك يعني اعترافات خطيرة جدا وجريئة وكانت يعني ربما تهدد الأمن القومي الإسرائيلي عندما أدلوا بمعلومات دقيقة وفنية جدا لا يمكن يعني إنكارها الموضوع الآخر حست وتخوفت في الحقيقة إسرائيل من أن تخترق إيران منظومتها في كل المنطقة وليست الخلايا التي تدخل إيران وتصطادها إيران في داخل العمق الإيراني وهناك شواهد وقرائن فتخوفت من أن تفقد عملائها الأساسيين في المنطقة فيما يتعلق بهذا الملف أو ملفات أخرى تتعلق بإيران أو تتعلق به الشؤون الدول العربية والإسلامي الأخرى وكذلك تخوفت إسرائيل من أنه إذا استمرت هذه الإختيالات ربما تقدم إيران على عمل انتقامي بعد أن تبث يعني بأكثر من مرة ومرة ومرة أنه يد إسرائيل الضالعة في هذه العملية طبعا أسلفت سيتلينا أنه رصدت العربية السعودية باتفاق أمني واستخباراتي بين المخابرات السعودية والمخابرات الإسرائيلية رصدت السعودية مليار دولار على لسان السيد باري لاندو أنه هذا المبلغ رصد من قبل السعودية لكي تقوم إسرائيل من خلال عملائها في المنطقة باختيال العلماء النووي الإيرانيين طبعا اسمح لي بقي دقيقة مع دكتور محمد الشيخلي لماذا لم نرى تعاونا عربيا جادا في مجالات نووية إيران عرضت أكثر من مرة على دول عربية وزنة في المنطقة تعاون نووي في كافة المجالات برأيك إذا تقصدين أنه التعاون بين الدول العربية بين الدول العربية للقيام بصناعة نووية ناهضة أعتقد الآن بعض الدول العربية بلشت تنظر إلى الموضوع نظرة جدية يعني كان سابقا كان الانغباس بموضوع الصناعة النووية يدعو إلى كثير من الحذر لا سيما بعد مرور العراق بتجربته إلا أنه الآن وبعد نجاح إلى حد كبير جدا إيران في استمرارها ببرنامجها النووي شجع لسبب أو لآخر دول عربية أخرى أن تحذو حذوها على الأقل في تطبيق الصناعة النووية في مجالات السلمية وهذا هو الإطار الكبير لأن الصناعة النووية مع الأسف كثير من الناس يفهموها على أساس هي القنبلة النووية وهذا بالحقيقة هو من سوء طالعنا لأنه بلشت أمريكا باستخدام قنابل نووية في بداية في منتصف القرن الماضي وضد البشر ولذلك الناس يخافون بناتها إنما هناك ما لا يقل عن مئة استخدام للطاقة الضرية في مجالات سلمية متعددة صحيح لما فيه تنمية المجتمعات ربما لو فيه منظومة عربية متماسكة وهذا اللي أتمنى لما كان هناك تعاون من بعض الدول العربية أو تحريد ربما على المجالات النووية ربما سيكون إلى درجة كبيرة معقول وفاعل وسيؤدي في مجال الصناعة النووية أنا أشكرك جزيلا شكر دكتور محمد الشيخ للعالم العراقي في مجال الذرة وسيد أفقاي الدبلوماسي السابق وخبير الشؤون الاستراتيجية شكرا لك حدثتنا من طهران أشكر لكم مشاهدين حسن متابعتكم لحوار الساعة إلى حوارات أخرى أستودعكم الله السلام عليكم اشتركوا في القناة